غاب حوار جدة وتغيبت معه نتائج اللقاءات التي لم تثمر أو حتى تخترق جدار الأزمة القائمة بين الحكومة اليمنية والإمارات أزمة دخلت مؤخرا مرحلة الجمود واللاحل في ظل توطئ الرياض وهوان الشرعية لطالما بحثت شرعية اليمنية عن حل داخل البيت السعودي بما يحفظ ماء وجه التحالف ويضع حدا لتغول أبو ظبي في بلد اتسع لها وفتح لها سماءه وأرضه فعلت ذلك خوفا من السعودية وإرضاء لها وما إن انكشفت عدم جدية الرياض بتنفيذ وعودها المتكررة حتى كان على الحكومة اليمنية أن تبحث عن خيارات أخرى تحمي كيانها وعن بدائلة تعيد لليمن دولته المختطفة فمن الطاولة السعودية إلى الأمريكية هذه المرة انتقل ملف الأزمة على يد وزير الخارجية محمد الحضرمي خلال لقائه نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج تيموثي ليندر كينغ استعرض الحضرمي مع المسؤول الأمريكي تسلسل أحداث التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية وما تبعه من قصف جوي إماراتي على الجيش الوطني في عدن وأبيان بموازات ذلك دفعت الحكومة بثلاثة وزراء مناهضين للتجاوزات الإماراتية في اليمن إلى عقد لقاءة متعددة في مسقط مع أطرف يمنية ومسؤولين عمانيين وهي خطوة عدها مراقبون مهمة في بناء تحالفات جديدة تهدف إلى إنهاء الوجود الإماراتي في اليمن تشير هذه الخطوات إلى أن جمود الأزمة قد لا يستمر طويلا خاصة في ظل أنباء تتحدث عنها صحيفة أمريكية بقبول السعودية وقف إطلاق نار جزئي بينها وبين ميليشيا الحوثي في صنعاء وثلاثة مناطق أخرى وهو الأمر الذي قد يدفع بالعلاقة إلى مزيد من التأزم بين الشرعية اليمنية من جهة والتحالف السعودي الإماراتي من جهة أخرى